السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربيات الحمام موضوع فيديو النهاردة ازاي هنرأي الزغليل وهي من عمر يوم او انا بعمل ايه اقولك انا بعمل ايه من عمر يوم مثلا هنقول حتى الفطام احنا معنا دول 14 زغلول اعمار مختلفة فيهم من عمر يوم حتى عمر اسبوعين اهو طيب انا اه نبدأ باصغر حاجة ونقولك نعمل ايه نبتدي مع بعض من اول يوم في عمر الزغلول يعني لو حضرتك لقيت زغلول ضعيف بتعمل ايه بتتعامل ازاي يعني انا هافترض ان فيهم زغليل ضعيفة فلنفرض اللي هو عمر يوم ده عايز يأكل بنعمل ايه معي كيس حليب كيس حليب بنيدو او اللي هو مسحوق الحليب مسحوق الحليب هجيب معلقة صغيرة زي كده ونضيف عليها حبة مية دافية ونوريكم ازاي اه حطينا المية الدافية على الحليب وهنبتدي نقلب تقليبا جيدا اهو لحد ما يبقى كيانك انت حضرتك هتشرب كباية حليب بالزبط اهو او هتسقي طفلك الرضع بتاعته بقى اصبح حليب اهو تمام شوف حضرتك قطرات ومعنا السرنجة اللي فيها الخرطوم ده بقولك تعمله ازاي نسحب منها تماما اهو سحبنا ونأتي اللي الزغلول الضعيف اللي هو اصغر زغلول عندنا لو احنا شايفين ان هو محتاج ندخل حضرتك السن الخرطوم ده بحل الزغلول اهو ونأتيه ولو جزء بسيط كده نقول ان هو الزغلول شبع نشوف واحد تاني فلنفرض ده الزغلول اللي هو بلسه اللي بيسموه زغلول اللبا لسه بياخد من امه الاكل اللي هو زي الحليب ده الطاردة بنأتيه احنا الحليب ده بنساعد معها لو في زغلول ضعيف اهو الخرطوم دخل كله واهو تمام سرنجة فضت يبقى دي اول حاجة بنعملها للزغليل اللي هي آآ لسه بتاخد اللبا نقول ده مسلا كمان اللي هو زغلول الصغير ده زغيل اكبر لها حاجة تانية كده هاتينا كل واحد تاتيه حضرتك على قد ما هو محتاج على قد ما هو محتاج يعني لو كبير شوية ااتيه اكتر لو زغير لحد ما حصلت الزغلول تتملي قدامك اهو تمام ما تخافش من الخرطوم ما بيعملش حاجة في الزغلول طيب لو معانا عمري اكبر انا معايا الميكس اللي انا عامله هو عبارة عن طحين عدة حبوب الحبوب العادية اللي آآ بنأكل منها الحمام انا محمصها لكن هي حبوب مأشرة آآ محمصها وطحينها وبعدين هضيف عليها المية بتضيف عليها مية اربع اضعاف يعني محطات معلقة زي دي هحط عليها اربع معالق مية طيب نضيف المية وارجع لكم بعد ما ضيفنا على المسحوق بتاعنا اصبح هكذا حضرتك المطحون بتاع الحبوب طيب انا هستخدم ايه هستخدم اشهر زغاطة على اليوتيوب اشهر زغاطة حضرتك على اليوتيوب اللي هي السرينجا دي اللي انا عملتها الفيديو الاشهر هتجد اكتب كده زغاطة زغالية الحمام هتجد اشهر زغاطة على اليوتيوب اللي هي السرينجا دي اكتب زغاطة زغالية الحمام اول حاجة هتظهر لك هي دي تمام يبقى هنستخدم السرينجا دي اللي عجبت الناس مع الزغالية للعمر الاكبر هنبدأ على بركة الله لكن انا هضيف اضافة عليها اللي ضيفناها على زغاطة الزغالية القبل كده معانا ده الدواء ده اسمه جروفيت بلاس اسأل عنه انا هضيف عليه نقطتين هسيب لك الفيديو بتاعه الرابط بتاعه الرابط بتاع الفيديو هضيف عليه نقطتين من الدواء ده جروفيت بلاس ممتاز جدا في نمو الزغالية اهو نقطتين كفاة جدا طيب نبدأ على بركة الله نقلب الفيتامين بعد كده نبدأ تصغيط الزغالية لعمر الاكبر انا بقول لك على الاعمال اللي انت كل يوم مش هترب الحمام كده وبس وهتطلع انتك بس شوف حضرتك لازم تتابع الزغالية وتتابع البيض وتفرز البيض كل شيء عن الحمام تتابع الحمام معانا هوقت نجيب زغالول زي ده هو عمره اكبر وبسم الله ما شاء الله شوفي الزغالول هناك كمية اللي هو محتاجها مساعدة الاهالي بسم الله ما شاء الله الزغالول دي اشهر زغاطة يا جماعة على اليوتيوب ده ده حضرتك شوف كده الزغالول ده اهل اهليم اكلينه لكن محتاج مية بس انا مش هاكله وتسيبه على جنب هات ايه مية بس ده متابعة الزغاليل نتابعهم كل يوم ده الزغالول الاكبر شوف حضرتك عايز كتير ده ياخد كتير ده ممكن ياخد السرينجة الخمسين سنط ده او الستين سنط نديله كمان اهو شوف حضرتك ما شاء الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لك واتا الا بالله الزغالول هتلاقي الزغالول معاك بعد ما يوصل للشهر هتلاقي الزغالول معاك يعد نص كيلو بازن الله نشوف الزغاليل الصغيرة دي ايه فيهم اللجعان ونوكله نتابع كده ندي كل واحد شواء صغيرة ده ندي كل واحد على قده زي ما قلنا هم 14 زغالول دول هنتابعهم ونشوف حتى الفطام كل يوم نعملهم كده اللي مش محتاج مش هنعمل له حاجة يا جماعة يعني عشان ما تقولش انت ليه ما بتسيبهمش الاهالي احنا بنساعد بس وبنرجعهم تاني الاهاليهم يعني محدش يفتكر ما احنا بنسيبهم كده معنا لأ هنرجعهم تاني الاهاليهم فيه كويس مش جعان ده شوية وده شوية كمان اهو ده جعان فعلا طيب معنا كمان دول بقيتهم تلاتة دول اه محتاج شوية نعطيه شوية الثاني معنا لسه كمية نوزعها عليهم ده كمان تمام تمام كده يبقى زغطنا الزغليل طيب نعمل ايه تاني فم تبعت الزغليل كل يوم هنشوفهم ده الزغليل دي انا ما اعطيتش اي حاجة فيهم الفلاجل حضرتك عارف ان انا بعطي الفلاجل من اليوم التامن والتاسع والعشر فلاجل او امرزول معنا معنا امرزول النهاردة ركز معا في النقطة دي تمام كده ركز معا كويس جدا هنفتح الازازة وهنات الزغلول الزغير سنتي الزغيل ما اخدتش في لاجل فالمفروض الطبيعي ان انا بعطي في اليوم التامن والتاسع والعشر لكن علشان انا ما اعطيتش دول فانا اعطيهم كلهم مع بعض في وقت واحد لكن هنعطي كل واحد على حسب العمر يعني هنيجي الزغلول الكبر ده نعطيه سنتي والزغلول اللي زيه سنتي اكبر زغلول هوا معا اكبر زغلول هعطيه برضو سنتي والتاني ده برضو سنتي كويس جدا سنتي طبعا بترجي الازازة اجيدا قبل الاستخدام حد ما انا رجيتها ان طبعا ما شفتنيش حد يقول لي ما رجيتش الازازة ده سنتي كل الكبير اللي زيه ده اعطيه سنتي الاصغر اللي هو من ثمن تيام اللي لسه بادئ فيه لون الريش اعطي نص سنتي طبعا هي السيرينجا دي تلاتة سنتي فانا بعطي كده نظريا اهو ونعطي الحجم الاصغر لسه ما تمشيش لسه في حاجات تانية هنعملها عشان تراي الزغليل اه ده هنعطيه سنتي هناك الزغليل الزغيرة نجيب التاجن التاني ده هناك الزغليل الاصغر دي هي كمان عشان ما ننساش بس يبقى هنعطيهم كلهم تلاتة ايام مع بعضنا اه اصدت ان انا استنى علشان اعطي الزغليل كلها في يوم واحد عشان ما اطلخبطش يبقى الكبير سنتي والصغير نص سنتي نبدأ بلاش الصغير قوي ده مش هنعطيه الوقتي ده مش هنعطيه الوقتي صغير ده مش هنعطيه دلوقتي هنعطي اللي هو بدأ فيه لون الريش ده حضرتك بدأ فيه لون الريش تأتيه نص سنتي لمدة ثلاثة ايام وزي ما قلنا في لاجل او امر زغول ده هيخلي الزغليل عندك مفيش فيها اه الكنكر مش هيطلع فيها ان شاء الله وهتلاقي الزغلول كبر الزغلول يبقى نص كيلو كمان طبعا هو عمره اه طعمه مش حال الزغليل مش بتحب طعمه حضرتك الزغليل بتعمل زي حتى ولا الاطفال الكبار اطفال الكبان الزغيرين ولا الكبار ما بيحبوش طعمه يبقى كده اعطينا الهمام كل الزغليل عطاناها في لاجل يبقى باقي ايه شوف حضرتك هنجيب بخاخة هنجيب اي بخاخة عندنا ونعطي منها نحط منها صنتي في ازازة زي كده بخاخة زي دي او اي بخاخة عند حضرتك حط سنتي من افريزين او اكسومسرين سنتي على اربعة سنتي مية وتبدأ ترش به الزغليل نجيب الكبير ده اهون رش ازاي اوار حضرتك ازاي هتمسك هتخب دماغ الزغليل وترش جسم الزغليل كده وتحت جناح الزغلول وديل الزغليل ده علشان ما يطلعش فيه حشرات بسم الله ما شاء الله زغلول زغليل الصيف ايه يا جماعة اللي عايز شوف زغليل الصيف ده زغلول الصيف بسم الله ما شاء الله زغلول اهون جيب بقية الزغليل هنرشها برضو من الحشرات رشينا الزغليل من الحشرات شوف الزغلول ما شاء الله بسم الله ما شاء الله زغلول يعني ما شاء الله حضرتك هو عشر طيام دي زغليل الصيف يا جماعة مع مراعاة ان انا عند السقف صاج يعني الجو هنا عند نار فيش فتحات غير هو الشباك السلك ده والشباك السلك ده الجو عند نار لكن الرعاية يا جماعة رعاية الزغليل طيب هو انا هكتفي بهزا القدر من الفيديو هنتابعهم كل يوم ان شاء الله نشوف نعمل معهم ايه كل يوم عشان تشوفهم معايا متابعة الزغليل اه لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة